تشلت مصالح الحماية المدنية لولاية عين تيموشانت جثة تعود لشخص في الثلاثينات من عمره مجهول للهوية كان يرتدي لباس الغطسة وذلك بعد درمت به أمواج شاطئر حيلية ببلدية تارغا في الصخور حيث استغرقت عملية انتشارها أكثر من 24 ساعة نظرا لرداءة الأخوال الجوية بأميد رصد تاري تلقت مصالح الحماية المدنية لولاية عين تيموشانت نهار الأمسى أي 24 جنوبي 2016 على الساعة السادسة إلا 20 دقيقة مساء مكالمة هاتفية من مصالح الأمن مفادها وجود جثة محصورة بين الصخور مسمات حيلية بلدية تارغا وهذا بقرب من شاطئ تارغا ما استخراج هذه الجثة يبلغ من العمر حوالي 45 سنة كان يرتدي طبان السباحة حولها من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مركز استعجالة العين تيموشانت ثم إلى مركز حفظ الجثة بمستشفى مده